موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رشد زي ما عودناكم في كل حلقة بنقدم لكم المعلومة والنصيحة النهاردة هنقدم لكم معلومة في مجال الديكور والملابس والتصميم زي ما احنا متعودين في برنامج رشد بنقدم معلومات مختلفة من خلال خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة في مجال الطب والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والموضة والديكور النهاردة هن نكتب رشد جديدة من خلال دي في حلقة النهاردة دكتور أحمد فايم البربري دكتور بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك يا دك رماد أشرفنا الحضرتك وسهلا مشاهدين وإحنا مقبلين على وفي بداية فصل الصيف الجميع بيهتم بالأزياء والملابس والموضة اللي بتتناسب مع كل موسم وخاصة فصل الصيف بيبقى في زخم من المعروضات الكتير والاهتمام بالموضة لأن بيبقى فيه مناسبات مختلفة وفيه خروجات مختلفة وفيه صهرات وحفلات وينتشر فيه كمان الاحتفالات المختلفة الخاصة بالزفاف والزواج فبيبقى موسم الموضة فعايزين حك تدينا خلفية عن مفهوم الموضة يعني إيه موضة؟ هي الموضة في منها تعريفين أو توصيف للموضة هو أسلوب أو أسلوب منتشر سائد ما بين الأشخاص ده التعريف العام إنما التعريف اللي هو الخاص بالموضة الملابس هو ما يبتكره المصمم لتحديد الاحتياجات الشعبية ده التعريف الخاص بالموضة في موضة الملابس طيب لو حبينا نقول بقى يعني دايما بيظهر لنا فجأة تصميمات معينة بقى ألوان معينة ونلاقي كل المحلات يعني عرضة نفس اللون نفس الخامة نفس التصميم مين اللي بيعمل الموضة دي وإمتى بتظهر وإمتى بيتجهز لها يعني حاجة دينا خلفية عن منبع ونشأة الموضة يبدأت الموضة في حاجة عندنا اسمها اتجاهات الموضة العالمية اتجاهات الموضة العالمية دي بتبقى في مجموعة من المصممين العالمين بمختلف انتمائتهم كدول في مكان محدد بتحدد فيه مكان لتحديد اتجاهات الموضة لمدة خمس سنين قدام فبتبدأ يتحدد على حسب الوضع العام اللي موجود في العالم يعني احنا في الموضة الحالية اترتب لها من خمس سنين فاتت يعني من خمس سنين فاتت البيئة والمناسبات المختلفة اللي بتحصل حوالينا ببلهن عكاس على الموضة على الموضة بالزبط وفيه برضو جزء تاني اللي هو خاص ببعض الرجوع للزمن القديم الزمن اللي هو الكوروني اللي سابقه ممكن ترجع تاني بس بشكل موضة جديد باختلاف جديد بما يتناسب مع العصر اللي احنا عشان فيه يعني بنشوف فعلا مع تطور كل فترة نلاقي ان فيه موضة طلعت بتواكب الستين بتواكب يعني بتتأثر مثلا بالعصر الفرعوني بتتأثر بنظام الانجليزي القديم فده بيبقى متفق عليه بيبقى متفق عليه مسبقا وتحديد برضو شكل السلويت بتاع التصميمات عمل ازاي والهيستوري بتاعتها ده بنقول عليه الهيستوري بتاع الموضة ده بيبقى الهيستوري فيه بقى موجود فيه الخامات والقصة بتاعت الموضة تبقى عاملة ازاي بحيث ان كل بلد تتماشى على حسب طبيعة البلد وثقافة كل بلد دي بتبقى بيوت ازياء عالمية بيوت ازياء عالمية بيش بيوت ازياء دي بدي بقى النخبة هم بيجلسوا مع بعض على طاولة كده ده هم اللي حددوا يعني فيه رابطة اه فيه رابطة طبعا بيحددوا الالوان والخامات والشكل النمط عمل ازاي والسلويت الخاص بي عفوا والسلويت الخاص بي شكل التصميم الخاص بالتصميم البس طب يعني كتير من الاسر بتحتار في موسم الموضة اما بتلاقي ان زي ما حكما بتقول كده اللي رسم لنا خطوط الموضة يعني الناس من ثقافات تختلف عن ثقافاتنا تمام اما بدار لولادي وبناتي وزوجتي على ملابس تتناسب مع الثقافة والعادات والاعراف بتاعتنا بنتعم ما بنلقيش ما يناسبني نظر فهل في وقت من الاوقات تستقل الموضة وتبقى الموضة لها طابع محلي طبعا ممكن يحصل في وقت من الاوقات وفيه فعلا فيه برندات موجودة في مصر اللي هي الاستقلالية في الموضة من خلال الموديلات الخاصة اللي هو بيحدد الفئات اللي هو بيستهدفها وبيبدأ اللي هو يعملها تصميمات بما يتناسب مع الفئة ديت بس ليس على القدر الاوسع للاشمل كوطن عربي كثقافة مصرية وكثقافة عربية في التصميم ولكن ده بيحتاج إلى ترابط مجموعة من الأشخاص داخل جمهورة مصر العربية لوضع السقة داخل أصحاب المصانع وأصحاب المحلات التجارية يعني دي تيجي من الصناع الصناع نفسهم ولا تيجي مثلا من مزارة الصناعة لا الصناع نفسهم يبقى عنده ثقة زي الغرف التجارية والغرف الصناعية وهكذا يعني يبقى فيه ربطة من أصحاب المهنة هم اللي يتطفقوا ويعملوا توجه أو اتجاه للموضة اللي تتناشب الثقافة العربية وطبعا ممكن يكون بقى الثقافة العربية عشان نبقى فاتحين سوق يعني مش عايزين يبقى السوق بتاعنا السوق بتاعنا مقفول على بالضبط طيب يعني وإحنا بنقول إحنا في موسم بداية موسم الصيف يعني عايزين حق تدينا فكرة عن الملابس والموضة خلال الفترة دي وأحدث الصيحة تمام هي الموجودة حاليا دلوقتي في الموضة بتاعتنا أكتر الألوان اللي هي موجودة فيه اللفندر دي اللون ده بيقول عليه اللون الأزياء الملوك فيه ألوان خاصة به بتدي سقع للنفس و بحيث لا تدي أريحية للشخص نفسها أو المرأة نفسها أو الشخص أي أن كان سواء كان رجل أو سيدة فدو بيتحدد بناء على اتجاهات الموضة اللي احنا كنا اتكلمنا فيها فاللون مثلا تركواس ده بيميز الإنسان بيدد الإنسان طاقة إيجابية فيه اللون اليوس فيه ده بيساعد على شعور بالإبداع والثقة ففيه مجموعة ألوان هتبقى موجودة في الصحيحة في السيزم بتاعنا اللي جاء في السمر اللي احنا موجودين فيه حاليا دلوقتي هتبقى موجودة في السوق بحيث ان هي دي محددة زي ما حقلنا في اتجاهات الموضة اللي تم تحديدها من خمس سنين سابقا وده بيبقى عارفه المتخصصين في الأزياء بالضبط وبيمتهن أحيانا بعض المتخصصين في الأزياء يعني مهنة الستايلست بالضبط فده بيبقى مطلع على الأزياء اللي هي الموضة بعد خمس سنين هيبقى شكلها وبيبقى في تطور مستمر مع الاتجاهات العصرية والحديثة في اتجاهة الموضة طب وحالك بتتكلم عن الأزياء والموضة يعني هل في تأثير للموضة على أسلوب حياة الناس وعلى ممارسيتهم آه طبعا يعني في ملابس موجودة حاليا بقت موجودة بكسر في خلال الفترة اللي فاتت ملابس اللي هي الزكية مرتبطة بالموضة يعني ازاي أعمل تصميم ملابس الزكية سمارتو كلوزيس آه سمارتو كلوزيس يعني احنا دلوقتي بقى هنا نتكلم في كل حاجة زكية حتى الملابس حتى الملابس أصبحت كوان زكية بزرحة تدينا تفصيل أكثر عنه ملابس اللي هي سمارتو كلوزيس دي ملابس بتقوم بخدمة للشخص نفسه لوظيفة ما أو بتحل مشكلة موجودة يعني مثلا من ضمن المشاكل اللي موجودة حد مثلا عمال البنزينة مثلا عندهم مشاكل ممكن أي حد يحصل له أي اضطراب أي هبوط في ضغط الدم أو السكر أو حاجة دي كلها الأمراض دي اللي بتحصل فجائية فلو هو ماسك لو هو موجود في محطة البنزين وفي إيده أي حاجة خاصة بسرعة الاشتعال فممكن يحصل مشكلة فاحنا بنحط في السنسور خاص في القطعة الملبسية بيساعد اننا يبقى عندي يدي أول ما يحصل المشكلة أو اضطراب جسدي داخل جسم العامل بتدي ألرم داخل النقطة المركزية أو الإدارة اللي موجودة أن الشخص الفناني ده معدل الضغط بتاعه بدأ يهبط أو بدأ يعلى اللي هو هيوصل لمرحلة الإخماء وفي حاجات موجودة خاصة بتستخدم الآن في الحروب في الجيش في الجيوش بنستخدم تحديد المواقع في الزيال العسكري في الزبط ده يبقى حاجة ممتازة جدا يعني بتحللنا كتير من المشاكل اللي كانت بتحصل وحاجة يعني أشارة النقطة مهمة والدولة كلها مهتمية حاليا بتطوير الطرق والكباري والسكة الحديدية ووسائل النقل بصفة عامة فهيبقى ده هيحللنا مشاكل كبيرة جدا بالضبط ومن ضمن المشكلة اللي موجودة عندي نحن شغلينها في مشروع استنادي إن شاء الله مع طلبة كلها في نطط بها جامعة بنها بأن نحن بنحل المشكلة بسبب حصل في الفترة الأخيرة حوادث الكطارات بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة ديت دوت ممكن يكون بسبب إهمال الصائق نفسه أو أي كان الأطراف اللي كانت معنا بالموضوع دوت فإحنا بدأنا نحلل المشكلة ديت اللي احنا نعمل متابعة للعامل الصائق الكطار فإحنا عملنا برند لهيئة السكاك الحديدية ده بنقترحه على هيئة السكاك الحديدية اللي احنا نريفورم موحد بيتيمه معينة بلون معين بلوجو معين خاص بالشركة وأضفنا له جزء سمارت بحيث أن العامل لو حصل أي اضطرابة أو حصل أي مشكلة داخل كابينة القيادة بتدي روبرت خاص بي للإدارة المركزية في المكان اللي هو قارب مكان موجود ليه بحيث أن احنا ممكن نلحق العامل لوسائق الكطار قبل ما المشكلة تحصل طب إحنا عندنا مشكلة وموضوع حق ده يعني جميل ولكن محتاجين نعرف تفاصيل أكتر يعني هل الجزء اللي بيتركب ده أو بيبقى موجود في الملابس هل بيتشال وبيتحط بيتشال ويتحط على أساس أنه يحصل عملية تنظيف للقطع الملبسية لو حصل لها أي مشكلة لكناحية اقتصادية هل بيتقصر بزروف المناخ بدرجات الحرارة لأن في بعض المهن أكيد بيبقى لها طبيعة معينة زي ما حاج بتقول كده في مكان في ضغط معين في مكان قريب من شبكة مغناطسية عالية مكان زي شركات البترول أو كده بيبقى في أماكن ممكن ما تبقى بعيدة عن الاتصالات والشبكات فازاي يعني الفكرة دي هتحل كل التحديات اللي ممكن شكل البقية اللي حوالينا دي كلها بتبدأ في مرحلة أولية احنا بدأنا نحطينا الفكرة الفكرة الأساسية البيزيك هم بتاعة الموضوع هنبدأ نطور الفكرة دي لأن ما حطناش الموضوع عندنا تحت الظروف البيئية المختلفة فممكن الظروف اللي احنا حطناه فيها مع سائق الكطار ما كانش فيها أدنى مشكلة بالنسبة له في اللي هو التطبيق بس المشاكل اللي هي حاجات مغناطسية تأثير عام الجوية عليه ده تبقى مرحلة بعد كده سابقة اللي احنا نبدأ نشتغل عليها بجانب برضو جزء تاني اللي احنا بدأنا نشط فكرة تانية برضو أبضت للموضوع مرحلة تانية في التنفيذ اللي احنا نبدأ نستعين بقسم الغزل والنسيج اللي احنا نعمل ملاق قمشة صديقة للبيئة بحيث اللي هي ما تأثرش على أداء العامل أثناء لأنه أقرب حاجة لجسم الإنسان هي القطعة ملبسية فالهو بيش مرتاح في القطعة ملبسية اللي هو لبسها هيحصل له عملية إجهات سريع جدا فقل في الوقت يعني بنلاقي فعلا أفارولات تقيلة وممكن تكون بتحبس بتعمل احتباس حلالي في الجسم وتأثر عليه وإحنا بنتكلم عن ظهرة الاحتباس الحلالي والتغير المناخ وتأثير الطاقة والحرارة على حياة الإنسان وصحة الإنسان ففعلا الحاج بتصير بتصير موضوعات في غاية الأهمية وبتحل مشاكل بيعاني منها كتير فهي الفكرة وفيه مشروع تاني برضو خاص بالأطفال نفسهم ده برضو مشكلة في بعض الأحيان الأب والأم بينسوا الطفل داخل السيارة ومفتاح جوه السيارة فبالتالي فالأب بره فبش عارف يتحكم في السيارة احنا صممنا زي برضو موجود معنا ده هيتعرض يوم الأربع جيه ان شاء الله في المعرض الخاص بالكلية خاص به اللي احنا ممكن نتحكم في تشغيل وفتح السيارة من خلال سنسور موجود في القطع الملبسية اللي هو اتحكم فيها واللي احنا نقدر نحدد مكان العربية لو هي مثلا لو احنا في القاهرة وفي محافظة اسكندرية نقدر نعرف مكان العربية فين ونتحكم فيها من خلال السنسور يعني ده حاجات بتقول حاجات مويشة حتى بتحل مشكلات الاطفال نزل وهل العاملين في قطاع الصحة يعني بيتعرضوا لمشكلات كتير وممكن يتعرضوا لمخاطر اشعاعية وعدوى فهل في حاجة ممكن بالنسبة لهم تديهم برضو مؤشرات ان في عدوى معينة في يخلي بالهم منها في مخاطر معينة ممكن يتعرضوا اشعاعية اللي بيتعاملوا مع وحدات الاشاعة وهكذا هو فيه ابحاث موجودة في قطاع فلون طبقية خاص بكطاع الطبي وخاصة بعد ظهور فيروس كوفيدانتين بدأ الاتجاه داخل مصر حاليا لإيجاد حل لطباء العزل بما يحدث من نقل عدوى وبكتيريا وإشعاع لو فيه دكاترة خاصة بالأشعة فبدأ اننا في حلول موجودة خاصة موضوع دوت ده موجود في أبحاث كتير جدا داخل مصر ولكنها تحتاج إلى دراسة تطبيقية أشمل لتطبيقها في أحد الهيئات الصحية في مصر هسأل حق على حاجة مرتبطة برضو بالاتجاهة الموضة العالمية ليه ما بترعيش البيوت الأزماء العالمية أو المخططين للموضة ما بيرعوش الملابس اللي هي العلاجية اللي هي بتتناسب مع صحة الإنسان تابس الغالية والمستوردة واللي بتصنع منها تصنع منها الأزياء كلها من الأنسجة الكيميائية والبترون كيميائية والصناعية اللي لها تأثير يعني عكس على صحة الإنسان تم فتعقيب حق إيه على لا أول فكرة بتاعت البيوت فيه نوعين من الأزياء فيه الأزياء اللي هي خاصة كفن كناحية فنية وفيه الأزياء اللي هي خاصة بالنحية الملبسية نحية الأزياء اللي هي ناحية الفنية ده بيبقى عبارة عن فكر مصمم بيبدأ اللي هو يزهره بيبدأ اللي هو يزهره من خلال العروض الأزياء العالمية اللي بيشترك فيها وده موجود في فرنسا وموجود في إيطاليا وكذا وفي اليابان وكذا كذا بيوت أزياء عالميين تصميم الملابس في معايير دولية موضوع من خلال منظمات الصحة العالمية ومنظمات المعناية بالموضوع اللي هي تستخدم بقدر الإمكان نحاول نستخدم الأقمشة الصديقة للبيئة وخاصة الأقمشة كتنية وما يوزيها من أقمشة صديقة للبيئة يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن منشآت الخضراء والطرق الخضراء والمباني الخضراء فهل فيه عندنا دلوقتي ملابس الخضراء الخضراء يعني التصميم الأخضر التصميم الأخضر يعني يعني مصطرح الأخضر وصل لمفهوم الملابس بالضبط طيب هناخد بقى سؤال أخير ونختم به فقرتنا إيه تصنيف مصر في صناعة الملابس وهل مصر حاليا تتميز بأنواع معينة من الصناعات يا مصر كان آخر حاجة وصل للتصنيف عشر على مستوى الدول العربية المستوى الرابع المستوى الدول العربية وعلى عشر المستوى العالم في تصدير صناعة الملابس مصر حاليا مركز متقدم جدا طبعا حتى في فترة سنة 2010 وصلوا للتحاد الأوروبي كان بيدور يعني على منطقة في مصر في منطقة في الوطن العربي اللي هي تبدأ تصنع فملقاش للجزء اللي هو المناسب كغرافيا كانت منطقة مصر ولكن أحداث الصورة جات عطلت حاجات كتير كده خاصة بالمضاوات بالشركة دوت ولكن مصر تتميز في بعض المصانع اللي موجودة حاليا في مصر بقالها فترات كبيرة جدا أكثر من 50 سنة بتصدر لدور الأجنبية منها صناعة البدل دي مصر من أوائل الصناعة في الموضوع دوت برضو صناعة المناطيل الجنس برضو من مصر من أوائل الانتاج خاص في الموضوع دوت في تصنيع المناطيل الجنس إذن مصر لها مستقبل متقدم في صناعة الملابس ونأمل أن تكون رائدة في مجال الموضة المحلية وصلنا لنهاية فقرتنا بنشكر الدكتور أحمد فاهيم البربري الدكتور في كلية الفنون التطبقية جامعة بانها ومتخصص في الملابس الوظيفية والموضة شكرا جزيلا شكرا شكرا نستجد حرشوة وصلنا لنهاية فقرتنا الأولى ونطلع فاصل وننتقي في الفقرة التانية مع قسم آخر من أقسام الدكور من خلال ضيف الفقرة الأستاذ كريم معوني فاتحي تابعوني اشتركوا في القناة